السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله الفيديو ديالي وما جيت نوريكم الطريقة ديالي اللي كان حفظ بها على مطيشة في المجمد مدة أطول بالنسبة لها الطريقة اللي غادي نوريكم في هذا الفيديو فكنديرها طول العام ما شغل في شهر رمضان كندير جوج ديال الطرق ان شاء الله الطريقة ديالي ديالي وما تنن إعجاب ديالكم أول حاجة خديت هنا يا مطيشة ضروري تختاروا مطيشة اللي ما تكونش مضربة وتكون مزيانة فاخديتها وغسلتها مزيان بوحد الشيطة ومن بعد درتها كيف ما كتلاحظو في كاسرنا وفي قاملة غادي نخليها مرقدة في هاد الماء 21 دقيقة من بعد غادي نصفيها من هاد الماء وغادي ناخد مطيشة ديالي وغادي نحيد لي هادك الراس لكي يكون الفوق وإلا كانت فيها شي ضريبة بحال هاد الجيهة غادي نحاول نحيدها وغادي نقطع مطيشة على 4 ومن بعد غادي نصفيها من هادك الماء من بعد غادي نديرها فوق البوطة باش هكا تسلق ليه واحد شوية هاد هاد مطيشة فما غاديش نسلقها بزاف فغير كتطلعها هادك الغلية اللولة صافي وغادي نطفي عليها النار فا غادي نوريكم كيفاش كتكون هاد مطيشة من اللي كتطلعها الغلية وكنطفيو عليها العافية كيف ما كتشوفو فهنا يدرت مطيشة درتها على النار اللي كتكون توسطة وخليتها حتى بدت كتبليها هادك الغلية كتطلع من جنب غادي نطفي عليها بلعة فيها وغادي نخليها واحد شوية حتى كتبرد وهديك القشرة ديالها كتزيد كترطا بكتر من بعد غادي نصفيها من هادك الماء فما غاديش نصفيها كاملة ضروري نخلي فيها واحد الكويس صغير ديال الماء من بعد اختيت هنا الميكسر وغادي نحاول ان ينطحن مطيشة فالك كان عندكم الخلاط الكهربائي حتى هو تقطحنوا مطيشة ديالكم فيه فغادي نطحن مطيشة ديالي كاملة الكيمياء اللي عندي فبنسبة الكيمياء درتانها غير كيمياء هي كثيرة فغادي نزيد ناخد مازال مطيشة وغادي نحاول انني ندين لها نفس الطريقة ونحطفت بها في المجمد كيف ما كتشوفوا فاختيت انا صفايا وصفيتها من هادك من هذيك القشرة ديالها وكنحصل على صلصة ديال المطيشة بهذا الشكل فإلا بغيتو تجيكم مطيشة اللي هي خاترة بزف فكترجعوها لطنجرة ديال الطاقت وكتشعلو علي على النار وكل مرة كتبقوا كتحركوها حتى كيمشي منها هذك المالي كيكون فيها وكتحصلو على صلصة اللي كتكون عقدة فانا غادي ناخد مطيشة ديالي وغادي نفرقها في بلاستيكات ومن بعد غادي نحاول انني نديرهم في المجمد فكيف ما كتشوفوا بعد ما فرقت مطيشة في بلاستيكات بهذا الشكل كتفرقو على حسب الكيمياء اللي غادي تحتاجو كل نهار اللي غادي تستعملو في في السلصة السلصة الخاصة ببليبات او اللي المعجنات كيف ما كتلاحظو فكنتمنى انكم تجربو هاد الفكرة دياليوما لانها فعلا كتبقى لكم سلصة طماطم زيانة في المجمد كنتمنى لكم فورجة ممتعة ونتلقوا ان شاء الله فيديو قادم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة